الان نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم مشاهدين العزاء تقبل اجمل تحية في مشاركة هذا ولكن هنا الملخص القادم وهنا نتابع ماذا دار من تحديات البداية كانت مشاهدين العزاء في اللقاء الاول والتحدي الاول اسمو الشيخ سلطان بن زايدان الهيان هنا بدت في هذه الرحلة تلولة ب12 دقيقة 39 ثانية تسعة من الاجزاء من الثانية هي اليمشر اسمو الشيخ سلطان بن زايدان الهيان وحققت هذا الفوز مع المضمن احمد مقلفان بالصائغ المزروعي اللي حل في ثاني الاشواط والفوز بثاني الاشواط كانت هنا مشاهدين الكرام من خلال التحديات وكانت مزايا بالفعل مزاياها عديدة وتسجل افضل توقيت في هذا المساء هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم تهانينا على الفوز والانتصار تهانينا كذلك للمضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري من قدم هنا مزايا وفازها بافضل توقيت وكذلك بالشوط الاول للمهجنات الاصائل بينما نعود لنتابع سوط الزمول المحليات الاصائل وكانت الموعد حاضرا مع شاهين بالمنافسة والتحدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والذي فاز بهذا الانطلاق مع مضمر القرن فيصل بطالب بن شريم المري وحقق انتصار مقدار 13 دقيقة 36 دانية وخمسا من الاجزاء من الثواني هو التوقيت الزمني الذي حقق من خلال تواجد شاهين على هذا الموقع وهذا الاداء الثمين بينما شوطنا الرابع مشاهدين الكرام حقق نفس الشعار لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مساح في هذا الشوط بتوقيت زمني مقدارة 13 دقيقة 35 ثانية وجزءا وحيدا من الثاني لياتي المضمر سيف بن عمير العميمي مرافقا لانطلاقة مساح وتوقيته زمني الفعال في هذا الشوط بينما الشوط الخامس حضرت مياسة في هذه التحديات لسمو الشيخ لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمن مطر بن سيف بن لاحج الهاجري بتوقيت زمني مقدارة 12 دقيقة 49 ثاني وثلاثا من الاجزاء من الثانية حضرت مياسة مع المضمن مطر بن لاحج الهاجري وكانت كفيلة بانتزاعي هذا الشوط اما الشوط السادس حضرنا مع عنايد في عنادها المستمر من البداية حتى النهاية لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم والذي حققت شوطنا السادس في هذا المساب 12 دقيقة 44 ثانية وسبعا من الاجزاء من الثواني ليأتي المتحدى سالم بسعيد بن منانا سعيدا في هذه الانطلاقة اما الشوط السابع حضر الشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في منافسات قوية ومنافسات مميزة في شوط كذلك حمل الإثارة وثالث التهاني والتحايا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في هذا المساء مع المضمن فيصل بن طالب بشريم المري ب13 دقيقة 31 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية بينما الشوط الثامن مشاهدين الكرام كان منافسها القوية ولدى المثير في انطلاقات المساء وكان نشوان حاضنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في هذا المساء وحضر هنا المضمر حمد بن خميسة لغويس ليأتي الشاب اللامع في انطلاقة هذا الفوز ب13 دقيقة 43 ثانية واربع اجزاء من الثانية بينما نعود الى المحليات الاصائل ونعود الى الحول للمحليات الاصائل وكان الموعد حاضرا مع وجود سالهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي حققت هذا الانتصار وهذه القوة بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 51 ثانية سبع اجزاء من الثاني ليأتي هنا مطر بن سيف باللاحج الهاجر سعيدا بهذا الفوز وهذا الناموس الثاني له على المساء بينما الشوط العاشر مشاهدين الكرام حضرت المهجنات الاصائل من الحول هنا واستطاعت هل هبيبة اللي سمو الشيخ سلطان بن زايدا الهيان مع المضمر والمتابع احمد مخلفان بن صائغ المزروع يتحقق هذا الانتصار والتوقيت الزمني 12 دقيقة 47 ثانية وثلاثا من الازاء من الثاني ليأتي الشاب اللطيف في هذا الفوز وهذا الانتصار والفوز الثاني بينما مشاهدين الكرام شوطنا الحادي عشر حضرت زمول المحليات الاصائل وحضرت كذلك القوة والأداء المنافسة من شاهين في انطلاقة هذا المساء لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيدا المكتوم واستطاع فيصل بن طالب بن شريم المري أن يحقق هذا الانتصار من خلال شاهين بقوته وأدائه المثمر الجميل أما شوط الختام مشاهدين الكرام حمل الإثارة الأخوة وحمل نشوان إلى طيات التنافس الأخيرة والوداعية في هذا المساء ودعتكم يا لئة ما كان يوم الوداعي القلب ممحون هذا هو نشوان في شوط الختام لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يختتم لقاءات المساء بثلاثة عشر دقيقة 35 ثانية وجزعين من الثانية كان هذا مشاهدين الكرام حصيلة مدارة من منافسات في هذه الأمسية وهذه التحديات الأستاذ تيسير شنابل يتمنى لكم أطيب التحايا وأحلى الأمنيات دائما ساعدنا بمتابعتكم الدائمة لقناة دبي ريسنج نسعد دائما أكثر بمتابعة